كالتالي يعني كنت بتكلم في اللقاء تليفزيوني ان انا بتكلم على جزئية ان النادي الاهلي انا ابني من ابناء النادي الاهلي بلش ابن بنال الاف год لدي ناس كتير لا ابني من كل من اللعب في النادي الاهلي وكل من ساهم في مبارأة او في بطولة او في صناع التاريخ باي حال من الاحوال هو ابني من ابناء النادي الاهل الابن مش لازم يكون اه فيه ناس مثلا لعبة سنوات طويلة وحسام عمل تاريخ وبرهيم عمل تاريخ وأنا أفخر أننا عملت تاريخ وكابتن خطيب وكابتن مجدي عبدالغني وكابتن كتير جدا لكن في ناس لعبت في ثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين وست سنين صنع التاريخ رائع داخل النادي الأهلي أو على الأقل كان عندها نوع من الانتماء والولاء والحب فبالتأكيد أنت ابن من أبناء النادي الأهلي أنا يا كابتن قبل ما أبن من أبناء النادي الأهلي أنا مشجع من النادي الأهلي أنا والدي الله يرحمه شجعة النادي الأهلي يعني إحنا الأبني دي أنا مش فاهم هو السؤال بس إحنا الجمهور النادي الأهلي ده مش أبناء النادي الأهلي هو دخل النادي ولكن هم رقم واحد وهم اللي تدعم لي يعني هم أبناء النادي الأهلي الأول قبل أي حد دخل النادي الأهلي وعمل اسم في النادي الأهلي الجمهور أهم هو يكفي بس والهدف الأول رضا شحاته وإحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ده يخليك ابن للنادي الأهلي ولكن فيما بعد الملعب هو ده وعجبني مفهوم طبعا كابتن شوير قال له لا ابني من أبناء النادي الأهلي وتكلم في المفهوم اللي احنا بنقوله لكم على مدار الحلقة ان فكرة الابن مش ان انا كنت ناشئ ومشيت فكرة علاقتك بالنادي الأهلي هي دي اللي بتخليك فعلا ابني من أبناء النادي الأهلي لان ابني من أبناء النادي الأهلي هي انك تبر النادي الأهلي بما ان انت بتتحدث على البنوة فتعتبر بما انه هو كان اعتباري لا يبقى ان انت تبر بالنادي الأهلي يتبر النادي الأهلي إزاي؟ بقى لقتك بيه بأن أنت تكون واقف في صفه ومش واقف في صفه أن أنت تنصفه في الغلط لا بس على الأقل تكون موجود جنبه في الأزمات وأنا هنا بحيي كابتر ردش حتى جدا على مفهوم قاله وهو أن جماهير النادي الأهلي هم مش أبناء للنادي الأهلي يعني يمكن مفهوم بالنسبة لي أنا شخصان ما سمعتوش كتير ولكن مفهوم عظيم ومختلف لأن فعلا بما أن احنا بنقول المقياس هو وقوفك في صف النادي الأهلي ودعم النادي الأهلي يبقى مين أولى بالنادي الأهلي بيه أنه يكون ابنه زي جماهيره فواضح الفكرة عايز تبقى ابن النادي الأهلي بجد فأنت رصيدك اللي بتكتبه مع النادي الأهلي هو إيه؟ هو الجماهير والمشجع تحديدا هو علاقة متدخلة شوية هو ممكن يكون ابن النادي الأهلي وأبو الكيان نفسه لأن الكيان يعني أسس بناءا عن طريق أشخاص وجماهير النادي الأهلي هي رقم واحد في الكيان فهي للأمانة تمتلك النادي الأهلي ومسمى النادي الأهلي والكابتن رداش حاته أحد أبناء النادي الأهلي المخلصين وجماهير النادي الأهلي من وجهة نظري هي اللي بتمنح صق مين ابن النادي الأهلي الشرعي ومين ابن النادي الأهلي الضال مش كل الله بيطلع يقول عن نفسه أنا الابن الشرعي للنادي الأهلي فهو الابن الشرعي لأ مواقفك كانت إيه؟ دخلت النادي كم سنة عملت إيه في النادي ده؟ بعد ما خرقت من النادي كان ايه اللي انت بتقوله عن النادي ده ايه وقت الازمات بتيكون موقفك فين لما بيكون في خندقين خندق فيه النادي الاهلي وخندق فيه طرف واضح جدا انه هو ضد النادي الاهلي وربما اسس ضد النادي الاهلي فبتكون الخندقك فين تختار النادي الاهلي ولا بتختار نادي اخر هي القصة كلها قصة اختبار للانتماء زي ما اللعب بيتم اختبار وانتماء بعروض بيجيله من عندها اخرى بمقابل مالي اعلى وبيختار النادي اللي هو فيه بمقابل مالي أقل بالتأكيد آه مقابل مالي كبير ولكن هو أقل من اللي جاله ده نوع من أنواع الانتماء ده نوع من أنواع أننا ابن النادي ده ابن الكيان ده مستقبلي هنا في النادي ده حتى بعد ما اعتزل كلاعب طيب الكباتن بقى اللي بيطلعوا يقولوا عن نفسهم أبناء النادي الأهلي بيشوفوا موقفهم تجاه النادي الأهلي بيشوفوا اللي بيعملوهم مع النادي الأهلي والنقطة الأهم واللي خلاص جماهير النادي الاهلي وعيت لها تماما ألا وهي كان الأول مفهوم ابن النادي اللي بيتربى في قطاع الناشئين في النادي حاليا بعد ما شفنا أبناء من قطاع الناشئين مواقفهم كانت مغزية مع النادي الاهلي في قضايا النادي الاهلي العادلة أنا مش عايز أن أنت تدافع عن قضية خسرانة للنادي الاهلي بالتأكيد في مواقف من النادي الاهلي بتكون المواقف ضعيفة لا أنا عايزك في المواقف والقضايا العادلة تكون مع النادي الاهلي بتكون مع النادي الاهلي لا بتكون انت دايما ضد النادي الاهلي وبتاخد الخندق اللي مفهوش النادي الاهلي طيب لاعب بيأكد ان القصة مش قصة قطاع ناشئين لاعب بيأكد ان القصة قصة انتماء قصة عطاء قصة مفهوم لاعب بدرجة مشجع زي موليد سليمان ربنا يبرك في عمره بدرجة مشجع لاعب سيظل دائما وابدا في وجدان جماهير النادي الاهلي وعمرنا عمرنا زي ما انت ما خزلتش النادي الاهلي ابدا اننا نغزلك او ننسى نحيي ذكراك السادسة عشر محمد عبدالوهاب احد الابناء المخلصين نطلع نشوف الفيديو احد الابناء المخلصين نطلع نشوف الفيديو محمد عبدالوهاب بيتكل كان نفسها بقى مع النادي الاهلي وكان نفسها لعب المواطشات الموجودة وكان نفسها لحق مطشي الصفاكس اللي النادي الاهلي هيلعبه في طول التفرق دي حاجة حتى هتأثر فيها بدنيا رغم أن أنا بطمرن كويس لكن برضو دي حاجات هتأثر بعد كده فبس طبعا أنا مش بيقيدي حاجة يعني يمكن وزي ما قلت لحضرتك أنا كان نفسي الموضوع يتحل من بدري عشان أنا بقى مرتاح وعدت النادي الأهلي إن أنا بقى موجود أنت خلاص وعد قراري ومصمد والوعد وما قدرش أنا أخلف وعدي مع النادي الأهلي لأن دي مسألة مستحيلة خلام جميل إن أنا أود النادي الأهلي بحاجة وأخلفها لأن النادي الأهلي ما وعدنيش بحاجة وأخلفها والمسألة المستحيلة إن احنا نخلف وعدنا معاك يا محمد عبد الوهاب ألف رحمة ونورة عليك سنظل دائما متذكرينك بكل خير نموذج للانتماء نموذج للعطاء عمر صغير مع النادي الأهلي لكن هتعيش عليه عمر أجيال وأجيال للنادي الأهلي فرسالة لولدة محمد عبد الوهاب هو يتحزني أكيد الحزن موجود في القلب ولكن تأكدي إن عمر جمهير النادي الأهلي ولا النادي الأهلي هيغزل أبدا محمد عبد الوهاب وطول الوقت هنفضل متذكرين محمد عبد الوهاب وطول الوقت هيفضل محمد عبد الوهاب في قلب كل أهلاوي لأن محمد عبد الوهاب إدانا درس في الانتماء والإخلاص وده اللي أفنح حياته أو زي ما قلت بقى ده بيموت حب في النادي الأهلي ومات في النادي الأهلي فرحمة الله على محمد عبد الوهاب ترجمة نانسي قنقر